اشتركوا في القناة رحلة حصاد وتألق تزخر بها مملكة البحرين في سجلها التاريخي في القطاع الرياضي عبر مشاركاتها الرياضية والتي من خلالها تواصل تحقيق نجاحاتها واعتلاءها المنصة في مختلف البطولات الرياضية وكان اول ظهور رسمي لمملكة البحرين في دورة الالعاب الاولمبية ضمن اولمبيات لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية في عام 1984 لتواصل بعدها المشاركات البحرينية نسخة بعد الاخرى حيث ستكون نسخة هذا العام في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 هي الحادية عشرة على التوالي يعيش ابطال البحرين من خلالها اجواء حماسية ومثيرة عبر مشاركتهم بخمس رياضات من بينها رياضتان تسجلان مشاركتهما لاول مرة وهما الجودو ورفع الاثقال ويشهد هذا الحدث الرياضي الابرز في العالم مشاركة نحو 10500 رياضي اذ تحمل البطولة 32 رياضة اولمبية تشارك مملكة البحرين في خمس لعبات من فريق مكون من 14 رياضي هذا وعانقت مملكة البحرين العديد من الميداليات الملونة من خلال تواجدها الأولمبي المستمر ليكون حضورا ملفتا ومبهرا في مشوار اكثر قوة من عمر هذه البطولة التي تأسست في عام 1979 لتواصل بعزم ابنائها حصد الانجازات المتميزة والمتتالية لتكون على الدوام على خارطة الرياضة العالمية عبر دعم ملكي سامي متواصل لا محدود للقطاع الرياضي جعل للرياضة البحرينية على الدوام تواجد قوي ومتين في جميع المحافل المحلية منها والعالمية والاقليمية ترجمة نانسي قنقر